بعد عامين ونصف العام تقريبا على أحداث 17 تشرين الأول 2019 يعود الكابيتل كونترول إلى الدوران في حلقته المفرغ إياها حيث أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون تحت هذا العنوان من دون أن يعرف هل يكون مصيره الإقرار في مجلس النواب هذه المرة أم تنضم هذه المحاولة إلى سابقاتها الفاشلة وآخرها أمام اللجان المشتركة الاثنين ربما من المبكر التكهن بما سيحصل في مجلس النواب لكن مسارعة قناة الانبئن إلى نشر خبر أكدت فيه أن وزراء حركة أمل وحزب الله أعترضوا على الصيغة النهائية للمشروع لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب إلى جانب المواقف لطل أطلقها وزير السياحة وليد نصار بعد الجلسة طرحت أكثر من علامة استفهام لكن قبل العودة إلى تفاصيل الموضوع مباشرة من بعبد في بداية النشرة أربع ساعات تقريبا تفصل المرشحين الذين فقدوا الأمل بالانضمام إلى لوائح حتى يسحبوا الترشيح مفاجآت النهار كانت كثيرة فماذا ستحمل الساعات الليل؟ الجواب رهن الحصيلة النهائية التي ستعلن عنها وزارة الداخلية لكن ولأننا على مسافة 46 يوما من الانتخابات النيابية نكرر اتذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين أنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019 ولما تفكروا بالانتخابات حضروا عقلكم وقالبكم من كل المؤسرات والضغوطات وخلوا نظرتكم شاملة وموضوعية وساعة انتخبوا مين ما بدكم بكل حرية ومسئولية واجهوا الكل وقعد خافوا من حدا مين ما كان يكون